قصوص حسام والسؤال الأبرز والأهم والأخطر وكل شيء وعايز أقول حاجة بخصوص حمد فتوح في المنتخب أنه السؤال كتير على محمد حمدي وموقفه من المباراة بوركينا فاسخ بعد الطرد في مباراة الكنغ الديمقراطية في آخر مباراة اللي عبها منتخب مصر آخر مباراة رسمية في كأس الأمم الأفريقية وموقفه كلام كتير موقوف مش موقوف القصة المعلومة اللي عنديه أنه الجهاز الفني حصل طبعا بطبيعة الحال على ليحة تصفيات كاس العالم وأنه دي بطولة منفصلة تماما كاس الأمم تخضع للاتحاد الأفريقي وتصفيات كاس العالم للاتحاد الدولي فإنه يحق لي أنه يلعب المباراة لكن فيه علامة استفهام كبيرة جدا كان الكابتن ورهيم حسن طلب من اتحاد الكورة من شهر ثلاثة أنه يتم إرسال خطاب للاتحاد الدولي علشان نستفسر بشكل رسمي عن موقف محمد حمدي بعد ما اتطرد في آخر مباراة في تصفيات كاس الأمم هل يحق لي أنه هو يشارك ولا هو موقوف في المباراة دي وللأسف لغاية لحظة اللي احنا بتكلم فيها الجواب ما تبعتش أصلا للاتحاد الدولي ولكن رغم تأكد الجهاز الفني من حقية محمد حمدي أنه هو يشارك في المباراة لكي يطمئن قلبه مش هيخليه يشارك ربما تحصل مشكلة بعد كده بسبب مشاركته وأنه هو يكون موقوف في المباراة دي فهيفوت المباراة دي وهيشارك في المباراة التانية في غنيا بيساوه بالنسبة لهم ده أفضليا أنه محمد حمدي دفاعيا أفضل بالنسبة للجهاز الفني من أحمد فتوح اللي هيكون جاهز للمشاركة في المباراة الأولى